صعدنا بالطيارة يشو هذا؟ يجي أنت سمينة قعد هناك وأنت ضعيفة قعد هناك هاي شو أن طيارة؟ ده يعمل توازن يعني توقفتني أيضا رحلتك أنت أصريت ما ترجع بالطائرة؟ ولا أبدا لأن أنت الرحلة اللي طلعت بها بالطائرة من العراق إلى أميركا تركت عندك مخاوف وسببت لك هلأ وبالتالي قررت أن ترجع بعد ما تركب الطائرة نهائيا يعني رحلت للمطار لنسافر شفت الناس كلها واحد يعرف الثاني وسواليف هاي من السافر؟ هاي قروب أنتو قالوا لا إحنا جينا قبلها واطلت الطيارة فوق الموصل ورجعنا وصلها ثاني مرة خلا صعدنا بالطيارة شو هذا يجي أنت سمينة قوعد هناك وأنت ضعيف قوعد هناك هاي شو أن طيارة دا يعمل توازن يعني وهذا اليمي قال لي هاي الطيارة وقف بيها محرك قلت لأخويا أنا بلايل شي ميت من خوفي قال أنا طيار أنا دا أقول لك وقف محرك بيها قلت هذا هو هاي ثالث مرة أنت وين كنت طيارين؟ فوق تركيا من بغداد إلى وين المحطة الأولى قبل الولايات المتحدة إلى أنجلترا إلى أنجلترا نزل بإسطنبول نزل ووقف الطيارة وقال هاليوم نروح الفندق باتشر تجينا طيارة ثانية ونكمل هو هي نفس الطيارة نفس الطيارة نفس الطيارة المحروش صلحوا بيها قال هاي طيارة جديدة صعدنا جرائدنا وكل أغراضنا بيها بالطيارة القديمة فكان عمر جاويد اسم الطيارة رئيس طيارين قال أنا كنت أقدر أنزل بمحرك واحدة ووصل بس عليش؟ المجازفين ايه فقمت أخافي من الطيارة صلت لندن النوبة طيارة اللوخ من لندن إلى واشنطن؟ من لندن إلى واشنطن إلى نيويورك إلى نيويورك إلى نيويورك بالقدرة ما الله وصلنا وصلت إلى نيويورك قلت بعد ماركب طيارة هذولا جمعت الجامعة عندهم برنامج يعرفون شو وقت أوصل قالوا يابا ماكو وسيلة يعني وسيلة للطيار تم سيارة ماكو باس ماكو قطار؟ ايه قطار ماكو قالوا أكو يابا أنا أروح بالقطار فإحنا بالقطار ونفس الشيادة ولكن بتأخروا واستقبال ومعرف إيش ووصلت سبع سنين أنا ما ركب الطيارة لابدين